هنا اللامة رحمة ربي يعني نسبة جدا بسيطة يحب الخير لغيره والاغلبية المطلقة بس يصير عندك رح يشوفه بوجه خنزير لونه وردي اما غيره او حقد او يحس اند احساس انت صار تحسن من عنده لان عدم ايمانه برب العالمين وعدم ايمانه بالله اذا وهب شخص معين لان ملك الملوك لا وهب لا تسألن عن السبب شباب شين المشكلة اليوم صديقي صار عده مشروع فتحه افتخر بي هذا صديقي انا رايح محل صديقي عراقه من فنان منطقة عده مثلان اليوم انا رايح محل حيدر غزالية بالقراج ما الحيدر ابن الغزالية عراقه فاتح لقراج اش كبره ما شاء الله افتخر بي انا رايح يام خالد اليوم خالد جعمقة الكردي اخوي خالد احسن فيتر بمنطقتنا انا اليوم رايح يمسرمد البيات عده محلات حلاقة وبعده ولا الشاب والله يزيدهم اليوم رايح مطعم عراقه خلع افتخر ليش انا بس هذا يصير عنده اجاة حاربة وظل احتيع ليه وعلى مودي يوصل للحشي اهنانه اندل على شي رح يدل على شي معين اللي هو الخنزير الوردي اللون الوردي لبجهك موجود وهذا الخنزير ما تقدر تطلعه عن طريق المجامل بهذا الشخص السوي نفسك تحبه وانت ضايج من عنده تقوم تحتيع ليه على مودي توصل لحشيه يجيد في لبجهك تتعاركون حتى تحتيع ليه براحتك لان طالما انت جا تحتيع عليه واسلم عليه ضميرك هنا راح يقنبك فالطب بمرحلة الوحش مرحلة الوحش اللي هي تقول انه هذا الانسان خل اقبوا يا عالم ود من احتيع عليه انا ما اخذلي حجة انه انا هذا الشخص خلحك عليه لان العالم تعرف احنا ما نتحاتش فخلحك عليه براحتي بس طالما انا نتحاتش واحد يسلم على الثاني بعد ما عندي مجالة شلح عليهم العالم العالم تدفل بجهي يقلولي انت موتش انت تاكل وتشرب بياه مو هستوى دفعلك بالمطعم بعدك ما خريت الاكل اللي وكل الكيات احتيع عليه تفعلك وعلى شكلك بعد ما حد يحترمك فانت بيش حالة شا تقوم السوي تنبز 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 الحد مال اثنين واربعين ياخذ اجراء طبيعي قدام العالم انت صاحب الحق سلطان على ساس ستة متحت شوية ومن حقك الشلح علي